أم محمد تقول يعني من مات ابني أنا أشوف عند الباب وكذا وحتى لما أقرأ الأذكار يقولوا لي لا هذا الشيطان يتصور تقول يعني هل هذا الكلام صحيح أم محمد بارك الله فيك ابنك مات رحمة الله علي ودفن في المقبرة اللي زورتيها وما يعرض لك قد يكون هي صورة منطبعة في ذهنك أحيانا تتشكل أمامك بسبب شوقك ومحبتك له أو الشيطان يحاول أن يصرفك ويجعلك دائما في دائرة الحزن ودائرة القلق يعني حاول قدر المستطاع أنك تنصرفين عن هذا وتلفاظ الله وزوجك وأولادك الكلام اللي يقولون صحيح اللي يقولون لك صحيح فنصرفي لأن ابنك أصلا توفي رحمة الله علي لابد هذا يقين ابنك مات ودفنتوه وموجود في القبر اللي أنت شفتيه هناك ما يمكن لإنسان مات ويطلع أي إنسان يقول شخص مات ويطرع للدنيا ويجي ويزور هذا الدجل هذا كذب على الناس نبينا أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم دفن ولا يجوز أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع ويحضر مجالس أو يحضر احتفالات أو شيء كل هذا كذب وكل هذا الدجل وكل هذا ضحك على ذقون الناس وكل هذا نشر للخرافة النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية يعيش حياة خاصة في البرزخ ما يطرع للناس ولا يظهر للناس ولا يشارك الناس صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم على هذا المسلك فغيرهم أخت الفاضل يعني أولى فانتبهي لعمره وانتبهي لنفسك ولا تتركي مجال للشيطان أن يدخل عليك المداخل هذه